مرحبا بكم اليوم ناسكول في راديو وفليسيين بتباعة قبل من البداية وما تنسيوش تعملوا لايك الفيديو تشاركوا بالقناة مش توصيلكم اخبار تونس لحظة بلحظة كتب الناشط السياسي رياض جراد بها دفء الارباك وادخال الشك في نفوس التونسيين تعمل بعض الصفحات المأجورة على ترويج اشاعة مفادها اطلاق صراحة رشد الغنوشي والمتهمين في قضية التآمر على امن الدولة يوم 25 جوليا 2023 لذلك واجب التوضيح الغنوشي محكوم عليه بالسجن في قضية تمجيد الارهاب وله الى حد الان في رسيده 3 بطاقات اداء ملف تآمر على امن الدولة عاد الى قاضي التحقيق المتعاهد به في القطب القضائي لمكافحة الارهاب ولا افراج فيه 25 جوليا يوم تاريخي في عيدها انقذ رئيس الجمهورية قيس سعيد الجمهورية من الفساد والارهاب استجابة لسرخة الشعب ولا يمكن ان يكون هذا التاريخ بالذات موعد ينعم فيها المتآمرون بالحرية لا رجوع الى الوراء مطلقا ترجمة نانسي قنقر